اه منتصر عبد الحكيم. برا الميدان وقبل يوم تمنتاشر انتو كنتو شغالين في موضوع الفلول. تمام. انت جاي من الميدان برضو. انا جاي من الميدان. بتعملوه هناك. احنا بنساعد احنا من اول يوم اه من اول يوم من الاعتصام. احنا اعلان اه انضمامنا المعتصامين للتحرير. واعلان اعتصامنا لحتى يتم تحقيق مطالب جميع الصوار. ووقفنا العمل لفترة وجيزة. لحين الانتهاء من من الانتهاء من الاحداث الجرية. وبعد كده ان شاء الله احنا مجهزين شغلنا جاهز. احنا في اي وقت في انتخابات ما فيش انتخابات. احنا شغلنا جاهز لكل الناس. واصدرنا مجال هتصدر ان شاء الله شهريا. اسمها اخد بالك امسك فلول. واخد بالك وركز. المجالة دي بتشرح المراحل اللي بتمر بها البلاد. والتوجهات لجميع الناس بالاحداث الجرية. وبنشرح فيها بقى ازاي حتى احنا يعني جينا في الاخر فترة من الشغل قبل يوم 18. عملنا مجالة لكل منطقة وكل دايرة. وكل محافظة هتجور في الانتخابات. بنشرح فيها ازاي ازاي تختار مرشحة. ازاي اه طريقة التصويت سواء بالقايمة او بالفردي. اه شرحنا برضو بعض التنبيهات من بعض الاتجاهات طبعا السياسية المختلفة اللي بيدخل على واحد كيلو اللحمة اللي بيدخل على واحد مش عارف بمية جينيه اللي بيدخل. نبهنا واعينا الناس بيها. تمام. واصدرناها وهي طريقها ان شاء الله للتوزيه باذن الله. متصر انت ايه اللي ماسكه في ايديك ده? ده حضرتك ماسك كيماوي. هو للأسف الشديد احنا في 25 يناير الأنابل اللي ترمت علينا من يوم الجمعة أنابل يعني محرمة دوليا أمبل اسمها CR أنابل CR دي بتسبب رمض مؤقت وبتسبب شلل وفي بعض الأحيان بتسبب وفاة تجيب حالات وفاة أنابل CR دي استخدمتها بريطانيا في آخر الخمسينيات بعد كده حظرت استخدامها ضد المتظاهرين وفي أمريكا برضو في سنة 94 يعني آخر انتاج من الغاز CR دي سنة 94 يعني الغاز حتى اللي بترمي علينا غير انه هو مسارطن يعني كان في كلام عليه انه الغاز مسارطن صلاحيته كمان منتهية طيب سيد محمود انا وقت الفقرة انتهى واليوم كمان انتهى النهاردة في نهارك سعيد حضرتك الحالات اللي تيجي عندك في الخيمة بتتراوح من ايه ل ايه نه وطبعا الحالات الاختناق دي كانت الغلبية يعني المعظم اللي قولي كان اختناق من الغازات المسائلة الدموع وكنابل المسائلة الدموع وضرب بالعصيان الامن واجروح في الرأس وكدمات ويعني دي كمعظمها يعني وغيري بقى اللي انا بنفسي اه المقطات ده البلي اللي جوه اه شزايا في جسم المصابين كلهم يعني 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 ممكن مصاب واحد في جسمه اكتب من خمس ست شرزيات فبلد انا وقراءة من دي سمعت في الاعلام ان هما بينفوا ان هما استخدموا اي نوع من الاسلاحة نعم وزارة الدخلية فعلا قررت طلع التصريح انه احنا ما استخدمناش اي الاسلاحة يعني الثلاثين اللي استشهدوا دولت والثلاث تلاف المصاب دولت يعني مصابين بقى مفيش سيد محمود هو حضرتك انتم موجود في خمسة وعشرين وتمانية وعشرين طبعا ودلوقتي اي وقت الاصابات بتاعت زمان ايام تمانية وعشرين هل هي نفس الاصابات دلوقتي والله انا يمكن بس اقول للفرق ان القصوة هنا بين القصوة قوي يعني في تمانية وعشرين ما كانتش القصوة او كان الهدف فعلا ان هما يفرقونا ويقعدونا في بيوتنا ويخمضوا صورتنا لكن المباضي لا مش خمضة صورة بس بس بالعكس اه ده انتقام او سيد منتصر تتمنى لليوم النهاردة ايه سريعا والله اتمنى ان مصر كلها تصبح على خير وتتحقق اهداف السوار بتشكيل مجلس رئيسي مدني والجيش يرجع في الاستكاناته سليما امنا ومصر دايما ان شاء الله تكون بخير السيد محمود سريعا بعد اذنك اه طبعا اتمنى رحيل تنطوي المجلس العسكري وكل فلول وبقايا النظام القديم لان كانت الثورة بتاعتنا المفروض ان احنا انتهر الثورة ونبدأ نبني يعني زي ما بيقولوا على مياه بيضا لان ما بني على باطل فباطل وفقد الشيء اللي يعطيه وتنطوي اذا كان مبارك من لا يملك اعطى من لا يستحق فانا بجد مش متوقع خير طول ما تنطوي في السلطة السيد محمود عبدالله مؤسس مستشفى ميدان التحرير والسيد منتصر عبدالحاكيم منصك بحركة امسك في الول شكرا جزيلا لحضراتك شكرا فانا شكرا النهاردة في ميدان التحرير مليوني بكرة الصبح في نهارك سعيد هنعرف حصل ايه نهارك سعيد شكرا